هل نحن على اعتاب صعود صاروخي للذهب يغير قواعد اللعبة أم أن موجة الصعود قد بلغت ذروتها وما هو مصير الدولار الأمريكي وسط هذه التحديات وهل لازال البيتكوين تحمل وعدا بآفاق جديدة أم أن المستثمرين على موعد مع صدمة غير متوقعة في هذه الحلقة التحليلية الأسبوعية سنكشف عن خبايا التحليل الفني والاقتصادي لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات ونسلط الضوء على مستقبل الأسواق للأسبوع الممتد من الاثنين الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر إلى الجمعة الموافق التاسع والعشرون من نوفمبر من العام الفين واربعة وعشرون استعدوا لمفاجآت السوق ولننتقل إلى الشاشة لنكتشف ما تخبئه لنا الأسواق أرحب بكم مجددا أخواني الأحباء في حلقة جديدة من التحليل الفني والاقتصادي والجيوسياسي الأسبوعي لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات للأسبوع الحالي الممتد من الاثنين الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر من العام الفين واربعة وعشرين وحتى السبت الموافق الثلاثون من نوفمبر من العام الفين واربعة وعشرون إذن أخواني الأحباء نبتدأ هذه الحلقة بفقرة التحليل الاقتصادي والجيوسياسي إذن أخواني الأحباء نشاهد أنه سوف يكون لدينا بيانات هامة جدا خلال الأسبوع الحالي ويمكنكم الإطلاع عليها بشكل لحظي ومباشر من خلال موقعي الإلكترونية الظاهر أمامكم على الشاشة من قسم مساحة المتداولين تجدون الرزنامة الاقتصادية وهي المفكرة الاقتصادية المفصلة وأيضا بعض الأدوات الخاصة بالتداول والذهب والأسواق بشكل عام ومن أجل أن يصلكم هذا الرابط لهذه الصفحة اكتب فقط في التعليقات على قناة اليوتيوب مفكرة اقتصادية وسوف يصلك الرابط المباشر ولكن لن يصلك الرابط إلا إذا كنت مشترك في القناة ومفعل الجرس حينها سوف يصلك بشكل مباشر إذن أخواني الأحباء سوف يكون لدينا بيانات هامة جدا خلال الأسبوع الحالي في جلسة الثلاثاء لدينا على الدولار الأمريكي حزمة هامة من البيانات وهو مؤشر ثقة المستهلك وتقرير مبيعات المنازل الجديدة ومحظر اجتماع اللجنة الفيدرالية لسوق المفتوحة وأيضا في جلسة الأربعاء لدينا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزلندي وعلى الدولار الأمريكي ببيانات هامة تتصدر المشهد وهو الناتج الجمالي المحلي ومعدلات شكاو من البطالة والمؤشر المحبب إلى قلب الفيدرالي وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وتقرير مخزون النفط الأمريكي الخام وأيضا محظر اجتماع اللجنة الفيدرالية لسوق المفتوحة وفي يوم الخميس لدينا إجازة في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الشكر وأيضا لدينا في منطقة اليورو أو المنطقة الأوروبية خبر هام وهو مؤشر أسعار المستهلكين الألماني وفي يوم الجمعة أيضا عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الشكر وفي منطقة اليورو لدينا مؤشر أسعار المستهلكين وعلى الدولار الكندي الموازنة العامة للحكومة إذن أخواني الأحباء نشاهد وقبل أن ننتقل إلى فقرة التحليل الفني أنه سوف يكون لدينا بيانات هامة على الصعيد الجيوسياسي هناك أحداث متوترة في أوروبا ما بين روسيا وأوكرانيا تصاعد للأحداث العسكرية في المنطقة قد أدت إلى اشتعال الأسواق واشتعال الذهب على وجه الخصوص وهذا ما سوف نتحدث عنه جملة وتفصيلا في فقرة تحليل الذهب وقبل أن نبتدئ فقرة التحليل الفني نذكركم أخواني الأحباء أنه من خلال الموقع الإلكتروني قد ضفنا لكم خدمة جميلة جدا وهي خدمة أسعار الذهب اللحظية الذي تصدر بشكل مباشر وبالعملات العربية للوطن العربي بالكامل هنا أمامكم الأسعار لشتى العيارات كسعر للقرام وأيضا هنا مقارنات بالدولار الأمريكي والعملات المحلية وهنا حاسبة الذهب بإدخال كم جرام لديك وتختار نوع العيار ويظهر لك وهنا جدول مقارن لأسبوع ليصلكم رابط هذه الصفحة فقط اكتب في التعليقات على اليوتيوب أسعار الذهب وتذكر أن تكون مشترك في القناة ومفعل الجرس من أجل أن يصلك الرابط إذن أخواني لعزالي ننتقل إلى الشاشة ونبتدئ فقرة التحليل الفني إذن أخواني الأحباء نبتدئ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي تمسك بإيجابيته وثبات الأسعار على مستوى المائة وسبعة يرجح الكفة الإيجابية ولكن نذكر أن هناك تشبعات في كميات الشراء وبالمجمل لن نشاهد استئناف لإيجابية الدولار الأمريكي إلا إذا نجحت الأسعار بتخطي مستوى المائة وثمانية حينها قد نشاهد سلسلة مكاسب تستهدف مستوى المائة تسعة فاصلة خمسمية وقد نشاهد مستوى المائة وحداش ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي ويدخل مؤشر الدولار الأمريكي في ظل تصحيحات بيعيها بطيلة بكسر مستوى المائة وسبعة إذن أخواني لعزالي ننتقل إلى تحليل زوجة اليورو دولار ونشاهد زوجة اليورو دولار لا يزال تداول تحت الضغط فعليا وكسر مستوى الواحد فاصلة صفر ثلاثة آلاف وتسعمائة قد تقود الزوج لسلسلة خسائر متتالية تستهدف الواحد فاصلة صفر الفين وخمسمائة وواحد فاصلة صفر ألف خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار مجددا أعلى الواحد فاصلة صفر خمسة آلاف ومائتين إذن أخواني لعزالي ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار وهنا نشاهد أن الزوج هو الآخر لا يزال يتداول تحت الضغط بقى الأسعار أدنى الواحد فاصلة سبعة وعشرون ألف لا يزال يرجح الكفة البيعية الذي لن تستأنف إلا بكاسر مستوى الواحد فاصلة أربعة وعشرون ألف وخمسمائة حينها قد نشاهد سلسلة خسائر تستهدف الواحد فاصلة ثلاثة وعشرون ألف وأيضا واحد فاصلة عشرون ألف وخمسمائة إذن أخواني لعزالي ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل لأن الياباني نشاهد الزوج تمسك بإيجابيته وثبات الأسعار على مستوى المائة ثلاثة وخمسون يرجح الكفة الإيجابية الذي استهدف مستويات مائة ثمانية وخمسون ومائة وأربعة وستون ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصعد إلا بعودة الأسعار أدنى مستوى المائة ثلاثة وخمسون ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزالي ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسرين شاهد الزوج متمسك بالإيجابية وثبات الأسعار أعلى صفر فاصلة ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة يرجح السيناريو الإيجابي الذي يستهدف مستوى صفر فاصلة تسعون ألف وخمسمائة وصفر فاصلة ثنين وتسعون ألف ولن يلغى هذا السيناريو التفاؤل إلى بعودة الأسعار أدنى صفر فاصلة ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الزوج لا يزال تداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى 0.65600 يرجح الكفة البيعية الذي تستهدف مستوى 0.62500 والذي بكسرها فعليا سوف يدخل الزوج في ظل موجة بيعية حادة قد تستهدف مستوى 0.62000 على المدى الأسبوعي إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل زوجة دولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي وهو الآخر تحت الضغط مع اقتراب الإعلان عن خبر الفائدة واستمرارية الأسعار أدنى 0.52500 لا يزال يضع الزوج تحت الضغوط البيعية التي تستهدف بشكل متسلسل ومتتالي مستوى 0.53300 و 0.56000 إذن أخواني لعزان انتقل إلى تحليل زوجة دولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ولا يزال الزوجة تمحور حول نقطة هامة جدا هي 1.39550 كسر هذا الدعم قد يلغي سلسلة المكاسب ويمحو المكاسب السابقة ويستهدف مستوى 1.37000 على المدى الأسبوعي ولا سبيل للنجام من التصحيح البيعي الهابط المرتقب إلا بالتماسك والارتداد صعودا أعلى 1.39550 إذن أخواني لعزان انتقل إلى تحليل زوجة الباونديان الملقب بالمجنون وهو الآخر يتداول تحت الضغط بقاء الأسعار أدنى مستوى 196 ين مقابل الجنيل الاسترليني الواحد لا يزال يرجح الكفة البيعية والذي لن تستأنف بشكل واضح وصريح إلا بكسر مستوى 192 ين حين قد نشاهد هبوط متسلسل على الصعيد الأسبوعي يستهدف مستويات 188 و 183 ين إذن أخواني لعزان انتقل إلى تحليل زوج اليورو ين ونشاهد أن الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى 162 ين مقابل اليورو الواحد لا يزال يلوح بالسلبية التي تستهدف مستويات 159 ين و 156 ين ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط ويتوقف النزيف للزوج إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 162 ين مقابل اليورو الواحد إذن أخواني لعزان انتقل إلى تحليل زوج اليورو مقابل الجونيل استرليني ونشاهد الزوج يتداول تحت الضغط وإذا نجحت الأسعار بكسر الصفر فاصل الثلاثة وثمانون ألف قد نشاهد سقوط حر يستهدف مستوى الصفر فاصل الثنين وثمانون ألف واربعمائة وصفر فاصل واحد وثمانون ألف وثمانمائة إذن أخواني لعزان انتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ولا يزال السيناريو الإيجابي هو المهيمن وثبات الأسعار أعلى 34 ليرة ونصف يلوح بالصعود صوب 35 ليرة وأيضا 35 ليرة ونصف مقابل الدولار الأمريكي الواحد على الصعيد المتوسط المدى ولن يدخل الزوج في ظل تصحيحات بيعية إلا بعودة الأسعار أدنى 34 ليرة ونصف مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزان انتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وبعد أن شاهدنا الصعود المتتالي للبيتكوين وتحقيق الأهداف الذي تحدثنا عنها في التحليل الأسبوعي السابق نشاهد البيتكوين حتى اللحظة لا يزال يتمسك بإيجابيته وثبات الأسعار أعلى مستوى الحاجزة النفسي الماثل عند 92 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة يضع البيتكوين في ظل السيناريو الإيجابي الصعيد والذي لن يستأنف مكاسبه ويستأنف ضرب الأرقام القياسية وتحقيق مستويات تاريخية جديدة إلا إذا نجح باختراق وتخطي مستوى 100 ألف دولار للبيتكوين الواحدة حينها قد نشاهد مستوى 108 ألف دولار وقد نشاهد 120 ألف دولار على المدى المتوسط ولكن مقترن تحقيق الأهداف وتحقيق المستويات الإيجابية هو اختراق مكتمل الشروط والأركال لمستوى 100 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة إذا نخواني لعزان انتقل إلى تحليل الإيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي نشاهد الإيثيريوم يقترب من نقطة مقاومة هامة وهي 3500 دولار اختراق هذا المستوى 3500 دولار قد يمنح الإيثيريوم الضوء الأخضر للصعود صوبة 4000 دولار و4600 على الصعيد الأسبوعي إذا نخواني لعزان انتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي نشاهد الريبل يتمسك بمكاسبهم ثبات الأسعار أعلى الواحد دولار فاصل عشرون سنت لا تزال تضع الأمال الإيجابية منعشة مجددا للريبل ولا نشاهد استئناف للإيجابية المتوقعة إلا إذا نجحت الأسعار بتخطي الواحد دولار فاصل ستون سنت حينها قد نشاهد استهداف 2 دولار و2 دولار فاصل أربعون سنت على المدى الأسبوعي إذا نخواني لعزان ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وهنا كثر الجدل وهنا حالة من الضبابية وحالة عدم يقين تخلق في الأسواق وبالذات على الذهب وبإذن الله سوف نجيب من جميع التفاصيل أولا التفاصيل الاقتصادية والجيوسياسية نشاهد أننا خلال الأسبوع الحالي أولا كبيانات اقتصادية نترقب بيانات هامة جدا ومحورية على الدولار الأمريكي وعلى رأسها المؤشر المحبب إلى قلب الفيدرالي لقياس التضخم وهو مؤشر سعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهناك العديد من البيانات مثل الناتج الإجمالي المحلي وغيرها ولها تأثير مباشر على أسعار الذهب بشكل كبير جدا ولكن مثل ما تحدثنا مرارا وتكرارا أن للأحداث الجيوسياسية النصيب الأكبر في التأثير على تحركات الذهب كونه ملكا للملاذات الآمنة وليس فقط ملاذ آمن فلذلك أي أدنى تحركات جيوسياسية وتصعيد عسكري على مستوى العالم يلامس ويؤثر على الذهب بشكل مباشر وسريع فلذلك أخواني الأحباء تحدثنا في التحليلات السابقة وفي برنامج شفرة الذهب أيضا أن 2675 دولار نقطة هامة جدا في حال اشتعال الأحداث الجيوسياسية ونجحت الأسعار باختراق 2675 دولار حينها قد نشاهد صعود للذهب وها هو الصعود يتحقق وحتى اللحظة أخواني الأحباء من الجانب الفني ثبات الأسعار أعلى 2675 دولار مقابل الأنصة الواحدة وتداولات الذهب أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وعلى سعر الإغلاق السابق وفي أعلى الأب تريند لاين وهو خط الاتجاه الرئيسي الصاعد جميعها نقاط إيجابية تدعم وتعزز صعود الذهب إلى 2760 دولار للأنصة الواحدة والذي إذا نجح الذهب بتخطيها قد نشاهد فعليا قمة تاريخية جديدة للذهب تلوح بالأفق عند 2840 دولار وقد نشاهد 2950 دولار في حال استمرار التصعيد العسكري والجيوسياسي سواء في أوروبا أو في منطقة الشرق الأوسط ولكن أخواني الأحباء دائما نأخذ كل الاحتمالات أن هذه الأسعار الذي وصلت إليها الذهب وأيضا الصعود الذي حدث بالذهب قد حدث بفعل تسارع الأحداث الجيوسياسية والعسكرية ما بين روسيا وأوكرانيا فلذلك أخواني الأحباء هذا الصعود قد ينتهي في ظل حدوث تقارب أو هدنة أو إيقاف للتصعيدات فتصريح لإنهاء هذه التوترات قد يؤدي إلى هبوط الذهب وسقوط حر في الأسعار فدائما نحذر أن الذهب وصل إلى ما وصل إليه بفعل الأحداث الجيوسياسية والعسكرية ولم يصل بفعل العرض والطلب وكقيمة حقيقية تفاعلت معها الأسواق بشكل طبيعي ولكن حتى اللحظة أخواني العزاء نتمسك حاليا بالنقاط الفنية لدينا 2675 دولار مقابل الأنصة الواحدة ثبات الأسعار أعلاها قد يؤدي إلى الصعود صوب 2760 و2840 و2950 ولا يزال حتى اللحظة بناء على الأحداث الجيوسياسية والعسكرية والاقتصادية مرجح صعود الذهب هنا ينبع السؤال التالي هل نشتري الذهب أم ننتظر هل نبيع الذهب الذي لدينا أم لا وسوف نجيب على كل التساؤلات أولا لمن يسأل هل نشتري الذهب في الوقت الحالي أم لا أنا كنت قد تحدثت سابقا ولا زلت أتحدث أن من يرغب بشراء الذهب على المدى الطويل على اللونغ تيرم كاستثمار من 7 إلى 10 سنوات اشتري بشكل مباشر ولا تأبه بأي تصحيحات لأنه خلال هذه الفترة سوف تحافظ على قيمة النقد لديك وأيضا تحصل على مردود استثماري جيد هذا للإخوة لمن يرغبون بالشراء على اللونغ تيرم أما بالنسبة للإخوة الذين يرغبون بالشراء لاستثمار قصير المدى أو لشراء الحلي أو الجنيهات الذهبية أو ما تسمى بالويز الذهبي فالشراء من المستويات الحالية يعتبر عالي المخاطر فإذا اشتريت من هذه المستويات فعليك أن تتحمل المخاطرة أخي العزيز لأننا تحدثنا أن الشراء من هذه المستويات وهذه المستويات قد وصلت بفعل توتر الأحداث الجيوسياسية والعسكرية وهنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث أنه سوف ينهي الحرب القائمة ما بين روسيا وأوكرانيا في ظرف يوم واحد فهذه الأحداث التي تسارعت في الوقت الحالي من وجهة نظرنا الشخصية أن التصعيد الحالي لا ينم عن حدوث حرب عالمية ثالثة مثل ما نستمع ولكن هذه التحركات الأخيرة الروسية والقرارات الأمريكية هي نتيجة لتمهيد لما قد يحدث مع تولي دونالد ترامب صلاحياته في العام القادم في مطلع العام القادم لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث بشكل مباشر أنه سوف ينهي هذه الحرب في ظرف يوم واحد ففي هذه الحالة أخواني الأحباء الروسيا ترغب بالتوسع أكثر من أجل الجلوس على طاولة الحوار وهي مالية يدها ولديها أكبر سيطرة وتفاوض من منطق قوة بينما قرارات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الذي قد منح أوكرانيا بالتصعيد العسكري وضرب العمق الروسي بصواريخ حديثة فهذه فقط لكبح تقدم الروس وعدم السيطرة على المزيد من الأراضي للتفاوض مع مطلع العام القادم فأنا من وجهة نظري الشخصية أرى أن هذه الأحداث الحالية هي ليست على تفجير حرب عالمية ثالثة لأن العالم حاليا غير مستعد لهكذا حروب سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري الاقتصاد العالمي منهك من الأزمات المتتالية وآخرها أزمة جائحة كورونا فلذلك هذا ما قد نراه والله أعلم فالشراء من المستويات الحالية يعد عالي المخاطر فمن يرغب بالشراء كاستثمار قصير المدى تحمل المخاطر لا يوجد عوائد كبيرة إلا بمخاطر كبيرة فأنا من وجهة نظري الشخصية لا أنصح بالشراء كاستثمار قصير المدى أو شراء الحلي من المستويات الحالية لأنه يعد عالي المخاطر لأنه في حال إنهاء الحرب أو دخول هدنة فسوف يحبط الذهب وتضطر تحبس أموالك وسيولتك بشكل كبير جدا خلال سنوات ولنا عبرة في تصحيحات الذهب الذي استمرت في السنوات السابقة إلى خمس سنوات أو أكثر في عام 1980 وفي 2011 وفي 2020 أخواني الأحباء فلذلك حاليا نتابع بصمت ونتابع على الفريمات قصيرة المدى وبإذن الله تعالى كأخوة مشتريين للذهب على المدى القصير سوف أوجهكم في برنامج شفرة الذهب ما الذي تعملونه ومن أين أفضل مستويات الشراء إذن أخواني الأحباء نصيحة أخيرة للإخوة المشتريين والبائعين على المنصات التداول على منصات التداول وضعكم مختلف وأوجهكم بنصيحة واحدة فقط تابعوا القناة وفعلوا الجرس سوف تحصلون على شيئين أولا في برنامج شفرة الذهب كل ثلاثاء وأربعاء وخميس أزودكم بفرصة مباشرة وحية سواء شراء أو بيع للذهب وثانيا من خلال منتدى اليوتيوب سوف أزودكم بتوصيات مجانية على مدى الأسبوع فأرجو من الجميع تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد إذن أخواني الأعزاء كخلاصة للقول لدينا مستوى 2675 دولار للأنصة الواحدة ثبات الأسعار أعلى هذا الدعم لا يزال يضع الذهب في ظل السيناريو الإيجابي على الصعيد الفني ولن نشهد قمم تاريخية جديدة للذهب إلا بتخطي 2760 دولار وسوف نتابع معكم بإذن المولى عز وجل ومن يرغب أخواني الأحباء بالتواصل معي بشكل مباشر للسؤال أو الاستفسار عن أي شيء بإمكانكم كتابة كلمة واتس آب في التعليقات على اليوتيوب وسوف يصلك رابط التواصل معي بشكل مباشر على الواتس آب أخواني الأحباء فقط تذكر أن تكون مشترك في القناة ومفاعل الجرس ليصلك رابط الواتس آب وأيضا بإمكانكم البحث من خلال محرك البحث جوجل عن محمد قيس عبد الغني وسوف تجدون كل روابط التواصل معي بشكل مباشر إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى فقرة التحليل الفني للنفط الخام ونشاهد النفط الخام حتى اللحظة يحاول التمسك بالإيجابية ثبات الأسعار على 69 دولار مقابل البرميل الواحد لا يزال يجنب الخام من الهبوط ولكن لن نشاهد استئناف الإيجابية وعودة مكاسب الخام إلا إذا نجحت الأسعار بتخطي 73 دولار مقابل البرميل الواحد حينها قد نشاهد استهداف لل 82 دولار للبرميل الواحد إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة تنتفذ متأثرة بالذهب وعودة الأسعار أعلى الواحد وثلاثون دولار قد تفتح الآفاق الإيجابية للفضة وتستهدف 32 دولار ونصف وقد نشاهد على المدى الطويل مستوى 36 دولار ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصاعد إلا بعودة الأسعار أدنى الواحد وثلاثون دولار إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي يتراجع مقترب من منطقة هامة جدا هي مستوى الثلاثة دولار كسر مستوى الثلاثة دولار قد يدخل الغاز الطبيعي في سلسلة خسائر تستهدف مستويات 2 دولار ونصف و2 دولار والذي من خلالها قد يغلق الفجوة الصاعدة الذي تكونت في 29 من أكتوبر من العام 2024 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي وينتفض مؤشر الداو جونز وثبات الأسعار أعلى الـ 44 ألف قد يلوح بصعود يستهدف 45 ألف وستمائة وسبعة وأربعون ألف إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أن بورز الـ SP500 نشاهد أن الـ SP500 يقترب من مقاومة هامة جدا هي 6000 تخطي 6000 سوف يمنح الضوء الأخضر الـ SP500 لاستهدف 6120 و 62240 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر رسل الأمريكي عفوا ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد النازدك حتى اللحظة بثباته أعلى مستوى الـ 2680 قد يمنح النازدك صعود صوب مستوى الـ 21400 و 2222 ولا سبيل لإلغاء هذا السيناريو التفاؤلي إلا بعودة الأسعار أدنى الـ 2680 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر رسل الأمريكي نشاهد الرسل يقف بالقرب من منطقه هامة جدا هي الـ 2420 تخطي هذه المقاومة سوف يقود الرسل لاستهداف 2500 و 2600 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر فوتسي الإنجليزي نشاهد الفوتسي أن تفضق قوة وثبات الأسعار على 8200 يقود الفوتسي لاستهداف 8380 و 8600 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني نشاهد الداكس بثباته على 19200 يرجح الكفة الإيجابية الذي تستهدف مستوى 19700 و 20200 وقد نشاهد على اللونغ تير مستوى على 20800 ويلغى هذا السيناريو التفاولي بشرط وحيده عودة الأسعار أدنى 19200 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاكة الفرنسي ولا يزال الكاكة تداول تحت الضغط بقال أسعار أدنى 7300 يلوح بالهبوط إلى 7050 و 6800 ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة المراكز الشرائية على 7300 إذن أخواني الأعزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النيكا الياباني نشاهد النيكا يحاول التحرر من الضغوط البيعية ولن ينجح فعليا بالتحرر من الموجة الهابطة إلا إذا نجح بعودة المراكز الشرائية على 39000 حينها قد نشاهد صعود صعوبة 482400 إذن أخواني الأعزاء إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أدعوكم لمشاركة أرائكم في التعليقات وأيضا لا تحرمون من مقترحاتكم التطويرية وأتمنى منكم مشاركة هذه الحلقة لجميع الأهل والأحباب والمهتمون من أجل أن يصل صوتنا إلى أكبر قدر من المهتمين أشكركم على المتابعة وجزاكم الله ألف خير تحياتي لكم وفي أمان الله لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلك كل ما هو جديد حول الذهب والأسواق المالية